المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليسيلك الجديد عند وضعي في القناة وشكرا لكم السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة تديلي دائما الهاشنال جسفة إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكونوا فرحانين تكونوا ناشتين تكونوا موردي لكم زينة في تمام وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون وصفة مختصة بخصوص تبييد المناطق الحساسة وأيضا تبييد بشرة الوجه بوسطة مشروب رائع فغادي نتعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة تحتراز استخدام وستعمالها في المكونات أكيد فتابعوا الفيديو حتى منذ بدايتي حتى نهاية دائما تستخدموا إن شاء الله يعني من كل هاد الأشياء اللي غادي نترقوا لها في هاد الفيديو هادي وبخصوص وصفة اليوم غا تكون بالمشروب الرئيسي سواء كوكاكولا أو المشروب الغازي سبرايت يعني بجوج هاد المشروبات لون ديالهم أسود فغا نحتاجوا مشروب اللون الأسود كيف مكانت نوعية ديالو كما قلت لكم سواء المشروب بالغازي كوكاكولا أو المشروب بيبسي أو لعدة مشروبات بدون ذكر أسمي هناك أنواة كثيرة صراحة ومتعددة فأنا هنا عندي المشروب كوكاكولا فغادي نستخدموا في هاد الوصفة هادي قدمت لكم في عدة وصفة ولي الله الحم سواء الشعر سواء تبيض البشرات تبيض المناطق الحساسة والحمد لله أعطى إقبال وعطى نجاح كبير أهم شيء أنوا الوصفة تنجحوه مع أغلبية ديالسيدات وهذا هو المتنون وهذا هو أهم شيء عندي قبل ما نتعرفوا على مكونات الوصفة فنبغي نرحب بكل من كيزور هاد القناة سواء النساء رجال مرحبا بالكل مرحبا بالجميع لكن تقول مرة كتزوروا هاد لاشين فما تنسوش تضغطوا على زي الاشتراك الموجود أسفل فيديو أيضا تفعلوا زي الجرس تخليوا لنا تعليقات وإقتراحات للإستفسارات الأسئلة ديالكم مشنو تبغوا تشوفوا فيديوات قادمة إلا عندكم وصفات تبيض المناطق الحاسسة وتبيض بشرة الوشفة خليهم لنا أسفل هذا الفيديو حتى احنا نتعرفو عليهم وليما لا حتى احنا نجربوا الوصفة وتنجح معنا وبسم الله على وبركة الله مشي باش نتعرفوه على مكونات هذه الوصفة الرائعة وطريقة تحضيرها استخدامها واستعمالها أيضا فكيما كنت لكم غادي نحتاجوا لهذا المشروب هذا اللي هو المشروب الغازي كوكاكولا دروري ما نتخلصوا من اللي غاز أنا صراحة هنا بقى ما تخلصتش منهم بنسبة لطريقة لكي سوني عليها الجميع فهي سهلة مهلا يعني كالتالي كنحاول أنني نفتح القنينة دي المشروب الغازي كوكاكولا بهذا الشكل فكما كتلاحظوا بهذا الطريقة هذي إما كترجوا بهذا الشكل هذا وكتعودوا تفتحوا بهذا الطريقة يعني كتكرروا هذي العملية اللي وريدكم الآن عدة مرات أو ممكن زولوا هذي الغلاقة وتخليوا هذي مدة ديال 5 دقيق أو 10 دقيق وهي مفتوحة فبجوش ديال الطرق يعني مزيانين ومفيدين كيما كلكم أنا هنا عدي المشروب الغازي كوكاكولا فغادي نستخدموه الناس اللي عندهم المشروب بيبسي فممكن يستخدموه المهم غادي نحتاجوا في هذي الوصفة إلى مشروب غازي باللون الأسود هذي نقطة عرفناها دبا غادي ندوزو باش نتعرفوا إن شاء الله على المكونات الثانوية ما غاديش نحتاجوا غي هذي المشروب بحديثه فغادي نحتاجوا الحلبة بودرة أو ممكن تعويضها بالحمص بودرة غادي نحتاجوا إلى الأرز بودرة وسنحتاج إلى الشوفان حتى هو بودرة يعني كل هذي العناصر غادي نحتاجهم إن شاء الله بودرة وغادي نحتاجوا إلى زرية الكتان حتى هي بودرة رائعة جدا لتبييد جميع المناطق الموجودة في الجسم سواء البشرة الوجه أو للمناطق الأخرى فهذه مربعة البودرة اللي غادي نحتاجوا كما كتلكم غا نحتاجوا الأرز غا نحتاجوا الحلبة أو الحمص غادي نحتاجوا زرية الكتان بودرة وغادي نحتاجوا إلى الشوفان بودرة ممكن إضافة حتى الحليب المجفف حتى هو رائع جدا لتبييد الوجه والمناطق الحساسة فهذه كل العناصر اللي غادي نحتاجوا لبا غادي ندوزول طريقة تحضير الوصفة طريقة استخدامها واستعمالها كذلك فبسم الله وغادي نحن نضيف جميع العناصر فضفت الشوفان الآن نضيف الأرز بودرة ومن بعد نضيف زرية الكتان بودرة ملعقة ومسحوق الحلبة أو الحمص حتى هو ملعقة ومن بعد غادي ناخدو المشروب الغازي كوكا كولا فتضف ثلاثة المعلقة كما لحته فغادي نزيد نضيف كمية من الشوفان والأرز وقت المشروب الغازة وقت المشروب الغازة أشعر أن الأشعر سيوند واليكان يتقفع ومن بعد الوصفة تصبح بهذا الشكل هذا فهي جهزة للاستخدام فكننا اخذوا القليل من هذه الوصفة هذه وكنتبقوها على المناطق اللي فيهم السواد سواء بشرة الوجه او المناطق الحساسة بهذه الطريقة هذه بالنسبة للوصفة كما تلاحظوا القوام ديالها عاقدوا رائع جدا فكنتبقوها بهذا الشكل كما تلاحظوا دورها ما كتسيح ما كتسيل نهائيا يعني كونوا متأكدين انه انفا غادي تطبقوها حسكم غير تخلي واحدة تتجف او واحدة تنشف تماما عاد من بعد كتوصلوها وكتدوزوا الترطيف بالنسبة للترطيفة ممكن ترتبوه بأي شيء توفر عندكم سواء زيود سواء كريمات مختصة بتلك المنطقة او كريمات عادية يعني اذا جربتوهم ولغيتو عليهم ناجح كبير ممكن استخدام اي شيء توفر عندكم ايضا ممكن استخدام الفازلين حتى الفازلين رائعة جدا يعني بواسطة هذا المشروب الليبنات اللي هو المشروب الغازي كوكاكولا او بيبسي فرائع جدا 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 لتبيض جميع المناطق الموجودة في الجسم وهاد شيء عن تجربة شخصية فجربوه اردو علي فخانس تعليقات فانا اكيد اكيد فانتظار تعليقاتكم الرائعة والجميلة كذلك وكانت هذه الوصفة دي اليوم يعني سهلة مهلة بسيطة اهم شيء انا في متناول جميع دائما انا كنحاول نعملكم على وصفات لكونوا في متناول جميع يعني اي سيدة ولا اي شخص ممكن استخدمهم في البيت او لا في المنزل دياله وغادي نعطيكم الان بعد يعني بنسبة للناس اللي كيسولوني على تعريف تغيير لون الاماكن الحساسة فتعتبر مشكلة تسبغ المناطق الحساسة من المشكل الغير طبية حيث ان اتباع بعض العدد الخاطئة هي السبب الرئيسي لحدود هذه المشكلة ومن هذه الاسباب التعرض المفرط لاشعة الشمس او الاسابة بمرض جلدي او لبس الملابس المصنوعة من البوليستر كما ان الحلاقة الشعر في تلك المناطق وارتداء الملابس الضيقة تسبب الاحتكاك المستمر بين الفخدين مما يسبب تغيير لون المنطقة من ابيض الى لون غامق فهذا هو تعريف بسيط جدا بخصوص تغيير لون الاماكن الحساسة طول المناطق الحساسة اللي بزاف السيدات كيسولوني اليوم فدائما حاولو نبعدو على كل البعد على اللبس طيق حاولو نبعدو على اشاعات الشمس لانه حتى تزيد تسبب لنا يعني تسبغات مشاكل لقدرة لا ممكن تكون كثيرة فاكيد نتعرضو لها هي مفيدة فيها فيتامين دي فيها بزاف ديال الاشياء ايجابية الجسم ديالنا بالكامل ولكن مع الحرس دائما والحطاء والحضر فمسنا نهاية الفيديو نتمنى وصفت لي ونعلة الاعجاب ديالكم كما كتلاحظو الوصفة رابدت كتنشوف هانتو ما طرع يعني غير شوية وغادي تنشوف وغادي نغصلها ان شاء الله ثم اكيد غا تعملو نفس الشي غادي تخلي واحدة تجف وتوصلوها ومن بعد تكتبو لينا في هاد الفيديو كيف اجتكم الوصفة ديال اليوم فكانت هذه اللاغوستيت نتمنى انكم تبقى تجيوه في مواقع التوصل الاجتماعي شخصي ديالكم فليقوا فيسبوك وواتساب وما تنسوش تعملو بيك لايك لهاد الفيديو تشتركو في القناة تفعلو زال جرس ما ودي معكم ودي جدود ان شاء الله فيديو قادم بإذن الله تعال